جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء يظل يجيء إلى ربه قرار ويسم وحدها مرتبى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع ماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سالخير عليكم حبيباتي وش حوالكم لباس ما عليكم اشتمنى كامل تكونوا بخير ولا خير شوفوا يا البنات اليوم والحسب الطالب بتاعكم بيانسور وانتاني يثبت لكم دي لكم دوزيان بارتي باش تتعرفوا ابي بخير على الظهر تاعي جديدة المهم اليوم ابعدان ادي ما عندي مشكل انتاع وين ننشر شوفوا يا البنات ما عنديش الظهر وين الروح نلقى المشكل تاع نشاره درجة مستقبل مالزيان زوجة يجبت منهمها تطعام جديدة اعتبت زوجة ويتعطيها في جهة واحدة ويتعطيها في جهة ومن المتحدث يباركك القش ايضا قد تقول انه اولا يجب ان نشارها لازم نشرها لداخل المشي البره المهم خدكم عركبت هكي ما شفتوني وانشرت القش ورحت مباشرة نحية القش هذا اللي كنت نشرته هذا نقولكم يا لبنات كي جيت وخسلت كنت كشغول راشقته وبرك في الحدايد المهم كي شاحلي كملت انشرته مشتو هادو هادو الزور اللي بقاولي كي تسمك شغول كي تلبزت الدرق قبل ان بدا نفرز وكل شي هادو بجبدوهم مرمدوهم اي احطيتهم كل هادو الزور اللي خفاف حطيتهم وخسلتهم هكي باش يبقاولي ينضاف وهذا ما كان اللي هنا اختكم دي لاشان بغنتاعي بيان سوغراي باينا هاني طبقت القش وانطبقوا واخبي او ممتون وكوت عارفو وشوفو اني ما صورتش الفرزة وكل شي يبين التعب هاداك يا لبنات والله مالكي تمام با الوقت باش نهز فيه التليفون هكي ونصور لكم وربي لي يعلم ميدر كاني قول تلكم انشالله عمني ارجعتلكم وان شالله ان شالله ان شالله ان شالله ان شالله ربي يقدمني وربي يخليني دي ممدو معلى لغوتين هكي باش ما منتون ما بعد ما نخليكمش تتوحثوني وابمتون بعدها انحفزكم من حايا أول شيء بدأت بها هي شون برطي والقش القش اللي شفتوني انشرته ونحيط القش اللي شاهلي والبنات هذه نصيحة لكم قلت لكم اكره حاجه عندي انشاره ونحبه لا احبه هذه القراطة ونحبه في بلايسهم حيث كنت المهم نحيط عليها الشيء الكبير هذا البغيم من حبيبتي لايبرك مليحة وصعي بغيم دولانج ريحتاني كما أعطيت العجوز تاني شمتها كما أعطيت العجوز تاني شمتها مبين ريحت الافاني المهم مليحة وصعي ريحتها بنينا هذه البنات الشامرة الشامرة اللي مديرة فيها الشامرة هذي بقاتلي فاضلة نتجربها 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 لانا هذي لاشو عم بغن تعلو الولاد و نزيد الناتها لكم كيفما اللهي بارك يالبنات المريحة كبيرة صح و في كل بيت كينة بلاك اخ والبلاك اخ كين قولكم كبيرة و تهزي سنشوفوا هذي لاشو عم بغن تعلو الولاد تحركوا المشكلة كما نقولها التخمام الكبير كما نقولها التخمام الكبير كما نتحرك و نسيق المهم هنا كما نتحرك كما نتحرك كما نتحرك سوف نتحرك السالون 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 السلوات المهم من المهم أصابك المهم من المهم 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 بالفعل المهم المهم سجاجات ضاير ساير عليها المهم وشية البنات باردة بما اني قلت لكم واحد لا فصلها على قد ومش كي ما تقعد الواحد دارو يقدر يديرها ويقدر الحمد لله على كل حال وخلاص حبيباتي كما رأيكم تشوفو وكتلكم هذا الصنو بما ان الصنو ضيق والطبلة ما عندي شوين حطيتها في الصنو ونحيت فاطي منه ونحن بتحقيق الكادرات بما اتركها ونحطيتها 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 وقلتها أنا اتركب الفروجيدر ساعدت طويل في القزينة هذه هي وحدة طويل يجب أن نضع الفريجيدر بشكل طويل يجب أن نضع الفريجيدر في الكوزينة يجب أن نضع الفريجيدر في الكوزينة المكسرات فيها القمح والحمص والعدس والكاجو يجب أن نضع الفريجية أضع المكسرات يجب أن نضع الفريجية فيها الجلج العنية كل المكسرات ندري الكوزينة لديها العدس و الحموص و القمح ننصح لديها لأولاد و اجابتها لأولاد لديها و نمغ تليفون حتى الهدار الموكسرات سوى سامبل ايضا مهمة التليفون والتواصل لها الباب تقوم بها بأي ويقوم بها بأي سوف أعجبها نحب أن نشجعه يحتاج الكثير من هذا الوضع نشجعه يستخدم النفس ويستخدم كم نجرب كماندي وضع الكوزينة اشتبني ونرى وقاعد لي قاعد لي فوق البوطجي حاشا كون بسكي اللي هنا وخطوري ما كان شي تقرأ سيبوه وقاعد لي التماء وونا نعسه وخطمنا هني نسكن عالي كي نعود انا نخدم لازم ديمه وحده عينيه ما زلت ما ندير شلامان فيه حتى ندير الكاب ناس في الطيق كل هكا باش نقدر نقعد عالز انا حبيباتي كما راكم تشوفو جهة هدي درسها غير الدقيق والفارينا والسكر وهذا ما كان وانشا وهادي درسها البايض يعني يا قاعدين تشوفو يالبنات مشي حتى نهتر لكم لقجوري يالبنات شوفو اللول درس المغارف والاخر هاو مخصص المغارف والمماس وكل شي والتاني هدا حطيت فيها هاد القراط التالغانجمون هادو حطيت الحوايج لي نحتاجهم كل حاجة في بلاستها كما نقولوها لي غوبو كما اشكاير هاهم لانا يالبنات شوفو هادو اللي منا نفرق دين هادو امتاع الوحدة ما زلت ما اركبته هاش تعله البابي عاليمينيوم و بابي في الماليمانتاغ و بابي كويسون هاني دوك نعلقها ان شاء الله هستي تفرغ لي هاد الاسباس يبقى لي فارغ ويبقى الواحد مفروز امل ما علقته هاش للاسف هاني قلت لكم الحاجة تعمل قيبة كل ما زالت لانا يالبنات هادو باش ما يضبوا ليش حطيت الوحد تعلانجات باكي تعلنجات شوفو لازم ديمة في الكوزينة معاكم اي كاطاشا ولا اي بلاساكا اشتهاد قاس هاليدا ملافوتي عليها بلاساكا باش ما يتراك موش الاوساخ ولا هاني يالبنات هادي الهنا منتح درتها تعل ليزي بيس و من الفوق نتعلى اللحليب واللحظة مفرغاتهم وحطتهم لتما هادا البنات بلاسا نتاع الفور ما زلت ستاني مشاريتش حق قال لي الراجل تعالى كان يعني كان بيجي تعنا شوية مليح راح ينشري واحد يكون مليح يكون كاليتي و او مامطان يبقى لدارنا بعضا و هادي هيا يالبنات ستسمى دركاني ماني بارتاجي لف خفز الدار لا في فيزا هادا الحوايج يبوغ للمومان ما زال حتى ان شاء الله نشري افور و ونكون معاكم ان شاء الله بكل الوصفات هادي يا حبيبتي شوفوا اللحنا كوزينة كيفاش راي ديقة اللحنا الفريجيدر هادا كم مش بلاست هوه بلاست فريجيدر الراجل بدايرها في السانو ومنين الطابلة اللي يوكلوا فيها اللحنا ها بخي دورتكم شوية في الدار مرحبا بكم عندي و شرفتوني ادركا حنا نروحوا و نديروا الوصفة تعنا انتع اسفنج هذا بيطالب من مشتري كانتاعي عزيز علي بزب 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 و ديما تدعمني بلي كومان تاغن تح الباهين و قسم من بله يالبنات نحسهم ديما يخرجوا من قلبها و يقولك الحاجة كي تخرج من القلب ترحلي القلب هادا اسفنجي يالبنات ادرتو في المولد و قلتلكم هنعودلكم الوصفة انتعو مفصلة لانا حبيباتي حطيت فيه حطيت كيلة انا حطيت النابطنقين دير بتيت كونتدي جوستي اكل وليداتي يشربوا قهيوه هاديك في دقيقة هاديك و سعي حطيت اللهنية لبنات كيلة انتعو دقيق و كيلة فارينة مغرفة سكر و مغرفة خميرة شوية انتعو ملح بليتو كمهكا كي تلاسق خليتو اه غير شوية برقها يطلع الوحد انتعو يطلع شوية و نعود نرجع له امام طانية هذا شوفو ما يطلع ما تخليه يتخمر موالو ديركت بديت ديريه على حاكوشتوني حطيت الزيت و ارجعت له بعد ما ارتاح برقش و تخليه يرتاح اللي انا حنجيب كويس انتعو الماء لانه دقيقة ناتعي ينستعمل لانه دقيقة كنزة متوسط تعال كيلو هذا كان نشري بالكيلو هنا و نفرقهم في البايت هذا كل يساعدني عدت منشتيش هذا 10 كيلو و 25 كيلو عدت نشري تعال كيلو و نفرقهم شوفو يا لبنات بالشوية تحطي بالماء و تخبطي بالماء و تخبطي بالماء و تخبطي بصحة تخدميها شوية دقيقتين و لا تديريش الجاري خلاص و لا تديريش يابس نعطي لكم لاتيكستور انتعو عاكو قادي نشوفو فيه يجي شوي جاريع السمنيات بعد ما نديرو كيما هكك ارح انهزبه شوية نقرصه بين يدية و نحط في المقلة اللي انا ازيته ما زل ما يسخن ليش ميدو كي يسخن ليهو نقدم لكم الكاميرا و تشوفوه كيفه راح يجينين فخفخ من داخل البنات هذا يشي فارخ خلاص تقدري حتى دي تحشيه من داخلها تقدري حتى تحشيه من داخل سواء نديريهم مملحات ولا ديريها كما نقولوها بكم في تيغو اخر كيما حبيتي اديريها المهم يجي فارغ من داخل دو كنا قسم لكم قد هنحب احداكم و تشوفوه و يوجد بالخفية البنات 10 دقائق يوجد بلي حط زيت يسخن ما بطقي قانا البنات انا نحبهم هكا محمرين انا ما تحبش تحمرهم طيب كيما تحب انا نحبهم محمرين باش يجيوني يدقر و شو دوق نقدم لكم الكاميرا مليح و تشوفوه يا البنات اه الشكل يا اختي انا ندير بارك انا ندرت بس دربة الوليداتي المهم و لا دين ما نخليهم شاكاك ايا دعاء مجات خرجت على الثلاثة ألقيتها ألقيتني و وجدت لها الحليبة و هنا تاني قهواجية اخدكم انا ما كنت لا نشرب لا قهوة لحليب نفطر بالفورماج ولا نفطر بالجوعة عدت اخدكم قهواجية عدت ندير قوستو بالقهوة عدت نشربها لازم صبح و عشية سي نطق علي يا راسي اه ربي يجيب خيبك و صعي ما على باريش اللي هنا حبيبتي كما راكم شوفو شوفو كيفه نحطها و نبقى نبضع عليها نصب عليها الزيت هاداك ما لازمش بعديدها بس يخطوو في الخطوة اللي ولا هذي شوفو تبضع الزيت عليها تصبي الزيت عليها تصبي 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 حتى تتنفخ ادوريها و اللي هنا يلبنت هادية بارك الكونتيتي تلي درت لاني درت كاس كاس تعميتين ميلي هاداك تأم واليد كما قلها ذاك شاك بيها ام واليد اللي هنا كما قاعدين تشوفو يا البنات شوفو كيفها كيف يفتحتوا او سخون يشوي دوق نزيد نعاود نفتح لكم واحدة اخرى و نشوفوها البنات والله والله كونت ديريه ما بحيتيش تستغني على هاد الوصفة نهائية حتى وجاك ضيف على غرادة حي يلقى كدرتي سفنج بلا ما يفاق شوفو يا البنات كيفاش يجي من داخل هاني قسمت ها حداكم و شوفوها كله رح يجي من فخف اخكي ما حكا وهذه يا حبيباتي اللي هنا اوصلنا نهاية لا فيديو نتاعناها اليوم ان شاء الله كنت خفيفة ادريف عليكم نقولكم مرحبا بكم دايما في القناة و تشرفوني بتعليقاتكم و بوجودكم معايا و اللي يدخل جديد كذلك القناة نرحب به و نقوله مرحبا بك في العائلة ان شاء الله استغيرة اللي حتكبر مع الوقت ان شاء الله و نقولكم بقاو على خير و ملاقات الخير ان شاء الله في فيديو اخر شكرا على المتابعة جمال الوجود بدكر الاله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بدكر الاله وتصف الحياة بنور هدى و تطلب نفس له قاعة و يبلغ سعد الى منتهى فؤاد شغوف الى ربه أحف رضاه أحف لقاء